رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية أسمى آيات التهنية والتبركات لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة حصول البحرين على المركز الأول خليجيا وعربيا على مؤشر العطاء العالمي لعام 2015 من بين 145 دولة خضعت لتقييم المؤشر الذي صدرت نسخته السادسة وأشار سموه أن هذا المؤشر يعكس حجم الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين للفقراء في العالم ومبادراتها لمساعدة الذين يعانون آلام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية سواء في الداخل أو النازحين خارج بلدانهم حيث لا تقتصر الجهود البحرينية على التبرعات والمساعدات والهبات والمنح المالية وإنما تشمل بناء المستشفيات والمدارس وتجهيز الخيام وتوفير الغذاء والأدوية علاوة على جهود العمل الطوعي بمختلف أشكالها ومسمياتها وغير ذلك الكثير وقد أكد سموه أن توجيهات جلالة الملك المفدأ السامية ودعم جلالته الكريم وإنسانيته الكبيرة وعطف جلالته على جميع المحتاجين في مختلف الدول الصديقة والشقيقة كانت من أهم العوامل التي حققت للمملكة هذا الإنجاز الدولي الكبير ومنحت سموه وجميع موظفي ومجلس إدارة المؤسسة الخيرية الملكية الدافعة والدعم لتحقيق رؤى جلالتكم من العمل الخيري والإنساني وفي الختام عهد سمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة جلالة الملك المفدأ على بدل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق رؤى وتطلعات جلالته من عمل المؤسسة الخيرية الملكية سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جلالته وأن يزيه على ذلك خير الجزء جزء اشتركوا في القناة